اليوم احنا خلينا نقول العمل اللي موجود عليه في الاندية الاربعة خلينا نقول لك عمل عشوائي عمل ركيك عمل غير منظم ولا يعطيك انطباع انه هذه الاندية تدار بطريقة سليمة اليوم لما نضرب مثال بتجربة نادي القادسية بعد استحواذ رامكو على النادي شفنا عمل منظم بدون اي مشاكل بدون اي تداخل الرئيس الان في نادي القادسية هو الاستاذ بدرر زيزة ما احد يسمع صوت البدرر زيزة ولا احد ما اول مرة بالضبط ومساعد الزامن العضو مجلس ادارة كان رئيس سابق صحيح ولا احد يسمع شيء لمساعد الزامن شركة تدير النادي بكل احترافية بكل سلاسة وصفقاتها مميزة وخططها الاستراتيجية مميزة وبتشوف القادسية بشكل مبهر هذه التجربة اللي احنا نقول المفترض انها تعمم على الاندية الاربعة اللي تم الاستحواذ عليها من قبل الصندوق اليوم تداخل وازدواجية الصلاحيات ما بين الربحية وغير الربحية في صلاحيات وباور كبير وطالب النافل يحرم منا المهيدب ولو اي في الاتحاد وخالد العيسى في الاهلي انت ليش تدخل في كل هذا اللغط يا جماعة الخير الموضوع والله اسهل اسهل من كل هذا اللغط واللت والعجن والاتهامات اللي موجودة اليوم انت الان يعني انت بغنى بغنى عن هذه الاتهامات انت يا المشرع اين تكن اليوم ليش انا اصور الهلال بان النادي المدلل اللي سمعا وطاعا اللي يعطيه كل الصلاحيات واحرم بقية الاندية يعني بنظام سلس ومرن وسهل ولديك تجربة الان امنح كل الصلاحيات للشركة الربحية بتشوف عمل مختلف عمل منظم وحتى ان شاء الله ايا يكون اسم الرئيس وغير ربحية يا اخي انا ما بي غير ربحية انا ابغى يتم خسقصة هذا النادي والاستحواذ عليه بشكل كامل عن الاسم الاخ ميقرن الميقرن وشاطر الزملاء اسم غير معروف حتى وان كان رئيس اتحاد الريش بس يعني احنا تعرف اهتمامات الوسط الرياضي كرة تقدم بيطلع لك الان بمجرد ظهور اسم العزيز ميقرن الميقرن بيسوون سيرج على اسمه بيحاولون ينبشون تغريدات بيقول لك والله هذا اتحادي هذا هلالي هذا انا من حيث الاسم انا والله شوف انا لي نظرة مختلفة تمام انا ما يهمني الاسم انا انا كشخص طبعا الجمهور ما ما اقدر اصادر رأيها انا ما يهمني منه الاسم لن عندي تجارب لأسماء لم تكن تنتمي لانديتها لرأسة هذه الاندية وحققت نجاح باهر ومقطع النظير اليوم بجيلك بالاسماء اليوم انا ابحث عن الكفاءة اذا كان عندي كفاءة في ظل هذا التحول الكبير لكرة القدم السعودية والرياضة السعودية خلنا نرجع في زمن ما كنا فيه في هالمرحلة برز في فترة ماضية منصور بلوي قالوا مش اتحاد وقالوا ميولة نصراوي واللي عرفونا من سنوات طويلة انه يميل بشكل كبير الى نادي النصر برز في الاتحاد برز في الشباب خالد البلطان هناك كثير من الاقوال انه اهلاوي في الهلال في فترة ذهبية حقق فيها محمد بن فيصل منجزات تاريخية اللي يعرف محمد بن فيصل والكلام اللي يحاط حوله انه نصراوي حتى النخاع في النصر الرئيس الاستثنائي في السنة الاستثنائية في الدوري المحبب للنصراويين الدوري الاستثنائي سعود إسويلم كثير من الكلام حول سعود إسويلم منه هلالي وبالتالي أنا معياري معياري إذا أنا عملي بنظر للموضوع عطني هالكفاعة وعملها طيب وإذا جبت مثلا في الهلال على سبيل المثال وإذا جبت واحد هلالي حتى النخاء أو نصراوي مولود في النادي لكن عمله سيء المحصلة النهائية لأي اسم عملها هذا إذا أنا بقيس جودة وكفاءة العمل كل التوفيق له لأي اسم راح يطرح بالفترة القادمة لكن السؤال الأبرز هل سيعطى كامل الصلاحيات أم يكون رئيس واسمح لي على هالمفردة لكن لأهمية المرحلة وللمصلحة العامة تقتضي أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية إن كان مجرد رئيس كومبارس مع تحفظي على هذه الكلمة لكن لا بد نقولها لأن لخص لك الواقع لا لا يجيني أي اسم أي اسم من الشركة الربحية طيب الحين المستمر في فلندية أنا أقول لك واحد من الربحية يعني كلهم كومبارس اللي في الأهلي إيش معنى ربطت أن رئيس النصر الجديد لابد أن تتغير صلاحيات تقول صلاحيات لأنه مع كل الاحترام والتقدير اللي موجود في الأهلي كن بارس له أي ناظر ما كان ما كان يرضى على نفسه أن يكون بهالموقف قدم استقالته إبراهيم المهيدب شاف الوضع ربما كان لديه وعود كثير من الأقاويل أنه كان لديه وعود أنه سيعطى صلاحيات جاء ضخ عشرات الملايين في خزينة النادي ما لقى على أي وجود ما يقدر يحل ولا يربط في النادي يبغى يمشي مدرب يبغى يجيب لاعب يبغى مبقادر فليش يجي لما يكون دورك كذا أنت كن بارس اسمح لي على الكلمة هذه فيما يخص كاسترو أنا أقول صح لهم كل الاحترام والتقدير له كاسم وكقيمة فنية لكن واحد من يقيم من اثنين لماذا الأخبار المتواثرة جاءت بهذا التوقيت كان عندك فترة التوقف اللي هي بداية الاستعداد للموسم الجديد قيم مرحلة المدرب في الفترة الماضية قلت لك على هالطاولة هذه معك ومع الزميل عبد الرحمن أنه نهائي السوبر سيدخل النصراويين وصلنا على القرار مرحلة الشك في قدرات كاسترو في حال خسر النهائي وهو ما حدث بعد النهائي مباشرة طال المدرب الكثير من الأقاوية أنه ليس المدرب المناسب للمرحلة القادمة أخيرا اختيار الوقت المناسب الآن أنت لما تقيل المدرب بعد إيش خسرته معسكر استعدادي المفروض مدربك الجديد موجود كان عندك فترة توقف الآن الفيفا ديز ما استفدت منها بيجيك مدرب جديد وبيقعد يكتشف ويشوف اللعيبة ويشوف احتياجاته فعن نصر ما اعتقد أنه يحتمل مثل هذه الأمور دكتور